وبانت يعني الحقيقة أن الانقلاب العسكري أثبت للجميع في مصر الجميع اللي كان على عينيهم غشاوة أنا ما أتكلمش عن مجموعة من الناس حيث أنهم الغشاوة موجودة على عينيهم وبندع لهم ربنا يهديهم إنما الناس الثوريين الحقيقيين اللي كانوا عندهم مشكلة مع الطيار الإسلامي كان فيه مشكلة إيديولوجية ولا تزال مع الطيار الإسلامي كانوا لسه الغشاوة دي موجودة على عينيهم لسه كانوا متصورين أنه عبد الفتاح السيسي كان رجل وطني مخلص وأنه قام بالثورة دي بس ليتخلص من حكم الإخوان الأشرار اللي هما مش عارف إيه كل الكلام الخداع والتدليس والكذب الذي مورس على عقل الشعب المصري وعلى الطيرات السياسية والتأسيم المتعمد لهم سياسة فرق تسد اللي هو ورسوها عن نظام مبارك أو كانوا بيمرسوها أيام من نظام مبارك ومارسها عبد الفتاح السيسي من قامة كان مدير المخابرات الحربية ثم وزيرا للدفاع والآن مرشحا رئاسيا لا يزال يمارس نفس هذه السياسة واللي يشوف تصريحاته الأخرانية يقدر يعرف سياسة فرق تسد يخوف المسيحيين من الطير الإسلامي يخوف المرأة من الطير الإسلامي سياسة فرق تسد